ايه انا بلحظ لتك يعني هو صعوبة الشخصية دي ان مظهره طيب صحيح انما مخبره مش طيب درجة القلعب وسرق الفلوس بتاع الشركة وكانت متكتب وسيئة في الاخر مين من الكوميديانات ضحكك يا سامي طبعا عادل امام بدحكني وسيل سامير غانم بدحكوني جدا بس عادل امام لو منهك في الضحك وسامير منهك سامير كوميديا دي لارتي شوية اه والارتجال والارتجال عادل امام بيدحك من خلال الموضوعات والموقف اه انما يعني الاتنين فرسان بس كل واحد له ميدانه لا شركة له فيه مش حد فيه معامل فيك مقلب مرة؟ لا سامير غانم كنت هعمل معامل صراحية اه سامير وقبل مقالب الحقيقة طبعا فجي المساعد بتاعه بعدين يحب يجيب حاجات ريحتها وحشة يحب يجيب بومبي وفرقعه شغل اطفال يعني يعني انتل عمره كده فقال له السامير عايز اكفر اه قلت له حاضر اه فروحت فسابني ومشي قال له اخدش الاساس جور بتاعه فانا خبطت محدش فتح خبطت خبطت تالي قلت لقى ممكن فالحمام اللي حفاة فتحت الباب ودخلت ـ فلاقيت واحد رقابته مقطوعة وينخر يدم هو جايب ماسك هو اللي دخل ماسكات هو لابسك وماسك فيه سكينة على رقابته ودم باخر انا طبعا تلبشت في المكاني طبعا وبعدين انت حكرة ادركت طبعا ايش اللي معاه بقى انا ببقى ممتع مستمتع طيب انت عايز اتكلم عن حياتك الشخصية انت تجوزت عدة مرات مش عدة محناش جمدين مرتين الزوجة التانية مغربية وانت بتشجع زملائك واصدقائك يتزوجوا من المغربية لا انا بقولتش كده لا 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 او اسنيت على المصرية دي ست على راسنا دمي ام مصرية واخت مصرية